تسمع الحلالي وحالي وفقري وفاقتي الحياة إما للإنسان وإما لي تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى الميران وإلى غضب الواحد الزيان الحياة إما أن تبكيك ساعة لتبكيك دهرا الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة علي هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون وصاروا إلى الله عز وجل لما كانوا يفعلون الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا والرجل الموسط السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها فهي والله حياة طالما أبكت مناسا فما جفت دموعهم وطالما أضحكت مناسا فما ردت عليهم وحكاتهم ولا سرورهم الحياة أحبة في الله جعلها الله افتلاءا واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائط العباد وفائد برحمة الله السعيد ومحروم من رضوان الله شخصي طريب كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راضي عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس والعياذ الثلاث وإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفض بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته وكلها وصلى الله السلامة والحافظة فهذه الحياة فيها داعيان داعيان إلى رحمة الله وداعيان إلى رضوان الله وداعيان إلى رضوان إلى محبة الله وأما الداعي الثاني فهو داعيان إلى ضد ذلك شهوة أمارة للسوء أو نزوة داعية إلى خاتمة للسوء والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئة في حسناك وكم من هناس أذنبوا وكم من هناس أساءوا وكم من هناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن رحمة الله غريبين عن رضوان الله وجاءتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة لكي تراق منهم جمعة الندم ولكي يلتهب في القلب داع الألم فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله ضربته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول إني تائب إلى الله منيء إلى رحمته وردوانه وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان ساعة الندم وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يغنب ذنوبا كثيرا ولكن إذا صدق ندم وصدقت توبته قد لله سيئاته حسنات فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجع والألم ونسأل الله العظيم رب العصر الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه أحبتي في الله كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وهل هذا السابق يرضي الله عنه وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال نعم يسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عيني ولا لحظة إن تعيشها إذا وأنت تتقذب في نعمة الله ومن الحياة مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان أظيم نعمة الله عليه من الحياة والخجل أن نحس أننا نطعن ضعام الله وأننا نستقل من شراب خلقه الله وأننا نستضل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فمن الذي نقدمه في جبه يسأل الإنسان نفسه يقول الأزباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في المئة ومنقصت واحد في المئة مات في نعمة فأي نطف وأي رحمة وأي عطف وأي حمال من الله يتقلب فيه الإنسان يسأل الإنسان نفسه الرحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حسب له سبب ومن الذي حسب له بصب ومن الذي حسب له عقل ومن الذي حسب له روحا يسأل نفسه من الذي حسب هذه الأشياء من الذي يمتع بالصحة والآخر فالناس المرضى على الأشخرة الغيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحذب إلينا بهذه النعم يتحذب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نحيش هذه الحياة الضيئة الله تعالى يريد من عده أمريك الأمر الأول سعر فرائع والأمر الثاني ترك نواهيه والزواجه ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الضمن بالله والله إذا ما طابت الحياة في القرب من الله فلن تطيب بشيء سوى وإذا ما طابت بسعر فرائع من الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سوى ويتجرب الإنسان متع الحياة كله فإنه والله لن يجد أطيبا من ودعة العبودية لله بفعل فرائض الناس بفضل محارك أنت مأمور بأمرين إما أن يأتيك الأمر اسعل أو لا تفعل إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك تفعل هذا الشيء أو لم يأتنى فالأجساد ممكن لله والقلوب ممكن لله والأرواح ممكن لله ينضغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسعى النساء هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم أو الله غير راض عنه فليتأخر فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله الله سبحانه ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الصيفة لكل القرب من أمره القرب من ملك الملوك وجبار الصماوات والأرض الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد الإنسان دائما في قلقه وفي تعبه تجد الشخص يتمتع بكل الشعوات ولكن والله تجد ألد الناس في الشعوات أكثرهم آلاما نفسية وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجرا بالحياة ولهب وبحث عن أغنى الناس تجده أجعب الناس في الحياة ودعل لذة الحياة في القرب منه ودعل أنسى الحياة في الأنس به سبحانه والصلاة الواحدة يحالها الإنسان من فرائب الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه بمجرد ما يخرج من نسجده يحفظ جراحة نفسية والله لو بدأ لها أموال الدنيا من فطاعة إلى الناس الحياة الصيبة في القرب من الله الحياة الحديقة في القرب من الله إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله سجن تطيبه